السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهر أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات يعتزم التجمع النقدي الآن لتطوير استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر سنة 2024 وذلك من خلال إطلاق خدمات إلكترونية رقمية عصرية جديدة لفائدة الجزائريين مشاهدي ألا كارم للحديث أكثر حول الخدمات الإلكترونية الجديدة التي سيوفرها التجمع النقدي الآلي أسعد باستضافة السيد عيسى تفيق مدير قطب التصديق والمسادقة بالتجمع النقدي الآلي أهلا ومرحبا بك معنا سيد تفيق شكرا سيدي وأسعد كذلك باستقبالي عندكم في قناة النهار القناة الوطنية بامتياز وإلى جميع مشاهديكم الكرام نعم مرحبا بك سيد تفيق نبدأ ربما كأول سؤال هل ممكن إعطائنا لمحة قصيرة حول التجمع النقدي المالي لا يوجد مشكلة مجمع النقدي الآلي هو هيئة وطنية مهتمة بالضبط في مجال الدفع الإلكتروني منشئة سنة 2014 من المهام الأساسية التامة هو تطوير ووضع نظام دفع إلكتروني في الجزائر ما بين البنوك المشاركة في هذا التجمع بالإضافة إلى بريد الجزائر فمجمع النقدي الآلي هو هيئة وطنية يضم جميع البنوك المعتمدة في الجزائر سواء عموية سواء خاصة بالإضافة إلى بريد الجزائر تحت إشراف البنك المركزي وتحت إشراف وزارة المالية المهام الأساسية هو تنظيم ووضع نظام أساسي للدفع الإلكتروني في الجزائر مع الاهتمام بكل ما يحدث في العالم حاليا من تطور وثورة هائلة في مجال الدفع الإلكتروني في مجال الخدمات المالية في مجال التكنولوجيا المالية يسعى التجمع إلى جلب هذه الثورة الثورة الهامة في العالم ووضع ركائزها في الجزائر الحبيبة يعني هل يواكب التجمع النقدي المالي هذا التطور الموجود في العالم بخصوص الدفع الإلكتروني جيد الدفع الإلكتروني في الجزائر ليس وليد الأمس هو وليد سنة 2005 بدأ التجمع بدأ الدفع الإلكتروني في الجزائر عبر وضع أجهزة السحب الإلكتروني لنتذكر في سنة 2005 مع وضع في البداية البطاقات لأول مرة في الجزائر فكان مسموح للمواطن الجزائري أنه في سنة 2005 يستطيع سحب الأموال عبر الموزعات الباردية ثم تطور الأمر شيئا فشيئا فانتقلنا إلى الدفع عبر أجهزة في المحلات في الـ TPU انطلقنا سنة 2010 إلى عملية الدفع عبر الـ TPU ثم في سنة مع إصدار قانون النقد والقرب لا قانون التجارة الإلكترونية فانتقلنا إلى الشراء عبر الأنترنت الشراء السلع العينية أو الخدماتية فانطلقا فشمل جميع نشاطات الدفع الإلكتروني كما يحدث في العالم إذن الدفع عبر الأنترنت السحب عبر الألية السحب الإلكتروني والدفع عند المتاجر نعم طيب سيد أففق بالإضافة إلى كل هذه الخدمات التي أذكرتها ما هي الخدمات الأخرى لوفرها تجمع النقد المالي حاليا التجمع النقد الألي يواكب الحركية العالمية في مجال الدفع الإلكتروني اليوم الدفع الإلكتروني هو يتم عبر البطاقات الإهتمان وبطاقات السحب وهي معروفة وإحنا لدينا بطاقتين معتمدتين في الجزائر هناك بطاقة سي بي بالنسبة للبيب بنكية لمجموع البنوك الجزائرية والبطاقة الذهبية لبريد الجزائر مع ضمان البيب بنكية والتفاعل بين البطاقتين وبين النظامين فالمواطن الجزائري اليوم يستطيع مهما كانت البطاقة التي يمتلكها يستطيع السحب سواء في أجهزة تابعة لبريد الجزائر أو تابعة لإحدى البنوك يستطيع الدفع عند تاجر معتمد لدى بريد الجزائر كما يكون معتمد لدى بنك من البنوك العمومية أو الخاصة فالجزائري الآن يستطيع إجراء عملية السحب والدفع والدفع عبر الأنترنت في جميع البوابات مهما كانت البطاقة التي يمتلكها في المستقبل القريب سنطور من هذه الأجهزة وسننتقل إلى سواء في النسبة للبطاقات اليوم نستعمل بطاقة لبطاقة واش نسموها بطاقة الكونتاكت تعتمد غير يجب إدخال البطاقة في الجهاز من أجل تشغيلها سننتقل قريبا إلى استعمال البطاقة اللاتاليبوسية نعم رح تكلموا عليها بخصوص هذه الخدمات الجديدة في نفس السياق هل فيه اليوم خدمات جديدة عصرية تواكب التطور لروساري كامل في العالم بخصوص الدفع الإلكتروني جيد الدفع الإلكتروني يعتمد حاليا عبر أجهزة الدفع الإلكتروني وعبر الهاتف الذكي فالجزائر ستنتقل إلى مرحلة أخرى إلى تطور إلى خطوة إلى الأمام وهو استعمال الدفع عبر الهاتف الذكي يعني الدفع عن طريق الهاتف كيف يكون يعني ممكن تشرح يعني للمشاهد ربما الآن المشاهد لما يشوف العنوان أو لما يسمع كلمة الدفع عن طريق الهاتف كيف تتم هذه العملية ما هي الشروط ما هي الأمور الواجب أن يأخذها بعين الاعتبار أي مواطن جزائري عنده يعني هاتف ذكي أنه يدفع ويقتني كل حاجيته عن طريق الهاتف يعني كيف تكون الدفع الإلكتروني فيه مفهومه العام هو مفهوم واحد سواء عبر جهاز الدفع الإلكتروني أو عبر الهاتف الذكي مع بعض الاختلاف البسيط فتسهيل العملية رح يصبح عملية تسهيل العملية للمستعمل النهائي لحامل الجهاز هذا على الهاتف النهائي رح نسهلوا العملية الدفع في المرحلة القادمة حين نوضع نظام الدفع عبر الهاتف المحمول فالعملية رح تكون سهلة سهلة بسيطة وفي متناول الجميع هذا إذا استعملنا الهاتف النقال هي اليوم بعض الشيء سهلة باستعمال البطاقة رح تولي أسهل عندما نستعمل البطاقة اللاتلبوسية رح نزيد نسهلوا ونعودوا المواطن أنها تكون عملية بسيطة لا نسهلوا نحن في القرن الـ 21 القرن الـ 21 هو قرن الرقمي بامتياز فالصيرورة التاريخية تعد عملية الدفع عبر تاريخ الإنسان بدأت بالمقايضة أليس كذلك بسرعة بسرعة ثم انتقلنا إلى المقايضة بالذهب والنقود النحاسية ثم انتقلنا إلى الأوراق المالية أليس كذلك في عملية الدفع ثم جاء العصر الدهبي العصر الآلي فأكيد التحول في الدفع الإلكتروني حيولي آلي فقرن الـ 21 هو قرن بامتياز قرن الدفع الإلكتروني نعم سيد توفيق نعود بخصوص الدفع عن طريق الهاتف هل اليوم الدفع عن طريق الهاتف يخص مجال معين قطاع معين أو كل المعاملات التجارية أم فقط نقل الأموال يعني كما بريد موب على سبيل المثال شكرا سؤال جد واجه نعطيك مثالين بسيطين مثالين بسيطين لنوضح المفهوم لدى المواطن الجزائري أين يمكن استعمال وضع سواء استعمال تي بيو سواء استعمال الهاتف النقال عندما تلجأ إلى فندق خمس نجوم مثلا فماشي كموضح أنني استعمل الهاتف للدفع في فندق خمس نجوم فبأكيد سيستعمل أنه جهاز دفع إلكتروني على مستوى الاستقبال يكون مرموق الآن مثلا أنت في دانزين ريستوران دانزين ريستوران وتستعمل مثلا العملية تتم بسرعة كثيرة فصاحب المحل من الأحسن أنه يكسب هاتف نقال من أجل إجراء العمليات التبادلية فالهاتف النقال سيساعده بصفة آنية سريعة في إجراء المبادلات النقدية ليستعملها مع الزبائن التاو فهنا موضع سهل لاستعمال الهاتف النقال في فندق خمس نجوم من الأفضل استعمال يعني ليس كل قطاعات يمكن تستعمل دفع عن طريق الهاتف هي الملاءمة ملاءمة الجهاز مع طبيعة النشاط شيء مهم ومهم جدا ما هي الأنشطة يعني بشيفها من مواطنة ما هي الأنشطة التي تعني الدفع عنها مثلا الأنشطة التي ممكن استعمال في التجارة في المجال التجارة الأنشطة التي ممكن استعمال كل أنشطة ذات الدفع السريع لتحتاج إلى كميات بشرية هائلة يعني ليجي من أجل الدفع فهنا من الأحسن استعمال الهاتف النقال الهاتف النقال سيكون وسيلة جد متطورة وجد فعالة في تسيير النشاط التجاري الـ TPU كل ما كثرت القيمة المالية من الأفضل استعمال الـ TPU لأن الـ TPU والبطاقة الدفع الإلكترونية هناك رسيد تاريخي يشمل 40 سنة 40 سنة عبر العالم من الأمان من الحماية فهو رسيد تاريخي 40 سنة تجربة 40 سنة وضع شروط ملائمة للدفع عبر الهاتف النقال تجربة جديدة في سنوات الأخيرة في البدل ما زال ما تحكمناش في جميع النشاطات فيما يخص عملية الغش الغش الإلكتروني أو الاختراق الإلكتروني فما زال تحتمل نعطيك مثال واضح في هذا الشيء ناخده الفيديرالي الأمريكي وما أدرك ما الفيديرالي الأمريكي عندما الولايات المتحدة لجأت إلى الدفع عبر الهاتف عبر الهاتف ذكي نسبة عمليات الاختراق والغش طلعت بسبب 146% لكن كانوا حذروا نفسهم وحذروا جميع الإجراءات اللازمة من أجل مراقبة العملية وخلال سنوات استطاعوا ضبط الدفع عبر الهاتف الدقات فنحن لازم تكون عندنا مثل هذه الطرق في المسايرة والانتقال خطوة بخطوة من أجل نظام دفع إلكتروني فعال وآمن نعم دائما بخصوص الدفع عن طريق الهاتف مثلا في العديد من الدول اللي لما تروح المساحات التجارية الكبرى هناك الكثير من المواطنين يدفعون مشترياتهم عن طريق الهاتف مثلا تظهر البطاقة الدفع الإلكتروني في الهاتف يضحها على الكاشف ويدفع المبلغ الخاص بالسلعة هل هذه الخدمة ستكون متوفرة في خدمة الدفع الإلكتروني أم هي خدمة أخرى شوف هناك عدة أنواع عبر الهاتف النقال فمثل الشيء الذي ذكرت أنتها هو باستعمال بطاقة بطاقة داخل الهاتف هي محاكاة البطاقة داخل الهاتف نعم فالأمن والأمان مضمون سابقا فأنت تملك البطاقة الفيزيك تاعك في الجيب تاعك لكن كان بطاقة واحدة أخرى محاكاة البطاقة موضوعة داخل الهاتف التحكم أكثر ضمانا أنني أستعمل مباشرة الحساب البنكي التاعي داخل البنك داعي أنا يتطلب مجهود أكثر لابد من حماية أكثر لابد من مكافحة الغش أكثر وفي الحين أنا في جميع يعني يراكم تفكروا تديروا هذه الخدمة مثلا مستقبلا مستقبلا بنسبة للبطاقة نعم من أجل محاكاة البطاقة عبر الهاتف رح تكون خطوة تانية في البداية رح ننتقل مباشرة بالدفع عبر الهاتف باستعمال الرسيد البنكي الرسيد البنكي الرسيد البنكي أو رسيد بريد جزائر كما رح يصير الآن في بريدهم لكن مع ضمان العملية البينية مع ضمان العملية البينية بين جميع البنك وبين جميع البنك ومحطة بتاع بريد الجزائر نعم كذلك من بين الخدمات الجديدة تكلمت على بطاقة غير تلاموسية كيف رح تكون هذا العملية شوف البطاقة رغم أنه هذا الخدمة موجودة منذ سنوات في العديد من الدول جيد هل نحتل عبر العالم وانتشرت بشكل بثير جديد نعم نحن بدينا العمل لهذا منذ سنتين فوضعنا جميع الميكانيزمات جميع المقاييس وجميع البروتوكولات الملائمة من أجل سلاسة هذه العملية وضمان أمن البطاقات وضمان أمن العملية التبدولية عبر البطاقة اللاتلابوسية فهي مضمونة اليوم مضمونة اليوم لجميع الشركاء ولجميع الفاعلين سواء بنوك سواء بريد الجزائر يعني اللي عنده بطاقة قديمة نعم الخصائص تقنية مضمونة نعم وكافلة ومنشورة في موقع تجمع النقل الآلي يبقى الآن كل بنك لبنك الجزائر هو حر في اختيار اللحظة المناسبة نعم لأنها عملية ماركتينج تحتاج إلى عملية كيف نقنع الزبون تعيق باستعمال هذه البطاقة فكل بنك يختار الوقت المناسب والزمان المناسب من أجل إصدار هذه البطاقة فجميع الشروط اليوم رهي متوفرة من أجل إصدار هذه البطاقة هناك بعض البنك بدأت عمليات إصدار هذه خاصة بطاقات فيزا لا لا البطاقة المحلية 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 سيبي نحكي على بطاقات محلية سيبي على مستوى خلينا من البطاقة الدولية نعم موجود نحكي بطاقة سيبي بطاقة سيبي بعض المنك اليوم قامت بإصدار هذه البطاقة بكميات قليلة نعم في انتظار تعميم هذه البطاقة لتشمل جميع حاملية البطاقات في القريب العاجل إن شاء الله وهل رح يتم تحديد المبلغ لتقدر يعني تدفع به عن طريق البطاقة التلموسية أم أنه ما فيهش مبلغ محدد أكيد في العالم جميع يحدوا المبلغ لأن بطاقة تلموسية أنني أستطيع أن نخذ البطاقة نعم ابنتعك الصغير يأخذ بطاقة ويستعملها في أي مكان لا فحماية لحامل البطاقة حماية للمستهلك حماية له فلابد من تحديد القيمة حددت المبلغ أو البنك وليحدد المبلغ 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 الأقصى لإجراء عملية هو 1500 دينار في العملية الواحدة نستطيع مثلا إجراء ثلاث عمليات متتالية غير تلموسية لكن الرابعة فأنت مطالب بإدخال البطاقة لماذا؟ لأتأكد لأنك أنت أنت صاحب البطاقة نعم فهذا حماية للمستهلك فقط ليست تعجيزية أو ليست لأننا لسنا قادرين على استعمال لكن هناك إجراءات تنظيمية إجراءات للحماية لا بد من وضعها نعم هذه الخدمات الإلكترونية التي تكلمت عليها سيدة عيسى تفيق ربما ما هي ربما الشروط الواجب توفرها من أجل نجاح تعميم كل هذه الخدمات أكيد هي مسئولية جماعية وليس فقط تجمع نقل المال أكيد مجمع النقل الألي هو يضم جميع البنوك العاملة جميع العاملة في الجزائر والمعتمدات من طرف لكن الدفع الإلكتروني صح البنوك مهامهم أساسيا لكن الدفع الإلكتروني منظومة الدفع الإلكتروني هو منظومة جماعية ما هي مسئولية البنوك وحدها نعم مسئولية عظيمة لدى البنوك ولدى بريد الجزائر لكن السلطات الأخرى كلها معنية بعملية وضع نظام الدفع الإلكتروني آمن ناخده على مثال وزارة التجارة فهي عندها دور ولازم تلعبه وزارة المالية عندها دور ولازم تلعبه البنك المركزي عنده دور ولازم في إصدار قوانين في إصدار تشريعات في إصدار تنظيمات فكل هذه الهيئات الوطنية ناخده الهيئة التصديق الإلكتروني من أجل الهوية الهوية الإلكترونية أو استحيل أنني نظم نظام دفع إلكتروني شامل وعام ويجمع جميع دون إشراك منظومة منظومة الهوية الإلكترونية التي تعتبر من هي الاجي سي او ولا الوطوريتي ايكونوميك دو سيرتيفكاشن الإلكترونيك ولا الوطوريتي ناشيونال دو سيرتيفكاشن هيئة الضبط للإتصالات معنية من أجل توفير سلطة الضبط سلطة الضبط للإتصالات فهي مسؤولة أن جميع المتعاملين تعلهاتي في النقال يوفروا تقطية شاملة للوطن في الاتصالات من أجل أن كل موطن يستطيع في أي لحظة أو في أي مكان استعمال الهاتف وستعمال البطاقة في عملية الدفع السليسة نعم ماذا عن ما يسمى بشبكات الدفع الدولية بطاقات فيزا وغيرها من كل الأنواع ما هي الأمور الجديدة بخصوص هذا النوع من البطاقات ناخذ البطاقات الدولية كل بنك معتمد في الجزائر يستطيع أي مواطن أنه فاتح حساب بنكي حساب بنكي بالعملة الأجنبية هذا البنك مطالب ومواجب عليه أنه يوفر له بطاقة الدفع الدولية من أجل استعمالها من أجل هذا المواطن لكي يستعملها عندما يكون خارج البلاد أو اقتناء مشتريات من داخل البلاد عبر البوابات العالمية بوابات التجارة الإلكترونية فاليوم هي متوفرة بصفة عادية بسيطة ترجع إلى البنك إذا عندك الإمكانيات البنك يفتح لك حساب بالعملة الأجنبية والبنك المعتمد من الوطنيين يوفر لك البطاقة الدفع الدولية وأكيد يجب أن هناك اتفاقيات مع الشبكات الدولية أكيد نرجعوا الاتفاقيات على بش نستفهم مثلا فيزا وماستر كارت كيف نعرف هذه الشركات العالمية فيزا هل هي بنوك أيش بنوك ما هي هي مؤسسات عالمية وضعت وضعت فكرة ووضعت خبرة من أجل سلاسة الدفع الإلكتروني وعمليات الدفع الإلكتروني فهي روجت إلى فكرة فقط فهي فكرة عالمية فكرة مدهجة فاستطاعت اليوم رهي على المستوى البورسات العالمية الأسهم التحمل أعلى وأعلى الأسهم شوف عالم الأفكار وين ممكن يوصل بلد وين يوصل المؤسسة فهما باعوا فكرة وباعوا تنظيم ولكن باعوا تحكم باعوا تحكم وباعوا تقنية بارأة اختراع وباعوا تقنية عبر العالم لجميع البنوك فكل البنوك اليوم تلجأ إلى الاعتماد على الفيزا وماستر كار لإصدار البطاقات الدولية طيب مشاهدي ومتتبعي قناة نهر نقاش مازال متواصل فاصل إشهري ثم نواصل النقاش عودة مشاهدي الكارم الاستكمال للنقاش في برنامج تساؤلات وضيفي في هذا العدد السيد عيسى تفيق مدير قطب التصديق والمسادقة بالمجمع النقدي الآلي سيد تفيق محبابك مرة أخرى مرحبا بعدما تكلمنا ربما على الخدمات الجديدة الدفع عن طريق الهاتف كذلك عصرنت يعني دعني أقول عصرنت بطاقة الدفع الإلكتروني نواصل بخصوص برنامج تعميم الدفع الإلكتروني انطلق منذ سنوات ولاحظت يعني كل سنة يتم تمديد سنة في قانون المالية إلى أين وصل الآن يعني بلغة الأرقام عملية الدفع الإلكتروني جيد في القانون المالية هو يفرض على التاجر أنه يوفر جهاز دفع الإلكتروني للزابونتاو كل مرة هذا القانون يجمد وفي انتظار توفر الشروط الملائم اليوم عن المستوى الوطني نحن مع خدمة سين نرسي يعني وصلنا إلى العدد أنه كان حوالي مليون تاجر ليستطيع أنه يوفر ولازم عليه يوفر جهاز دفع إلكتروني حسب القانون يوفر جهاز دفع إلكتروني للزبائن تام على المستوى الوطني اليوم مجموعة البنوك وبالي الجزائر استطعنا توزيع 54 ألف جهاز نلاحظ الخلل لأنه الخلل يعني ما بين مليون تاجر إلى 54 ألف جهاز فمازلنا شوية بعاد أعلى من أجل الطموحات التي رسمناها لعدة أسباب لعدة أسباب لأنه باش نوفر هذه الأجهزة هذه الأجهزة تكلفتها شوية غالية يعني تستورد 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 من الخارج لكن بدينا يعني السلطات العمومية اهتمت بهذا الجانب ورح عبدنا ديجان طالقنا عبر مؤسسة من أجل تصنيع وتركيب هذه الأجهزة مهلية وهناك مشاريع أخرى راهي قادمة في الأفاق القادمة بالنسبة لنظرة المهنة المجمع النقل الآلي فالنظرة من أجل من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى مليون جهاز لابد من تنويع هذه الأجهزة تنويع هذه الأجهزة فالأكيد سنضعف عدد لتيبيو سنضعف توفير عدد لتيبيو من جهة أخرى لازم لنا التنويع التنويع هو عبر إطلاق أجهزة أخرى من جهاز الهاتف الذكي كوسيلة للدفع الإلكتروني فتنويع الأجهزة هذه نستطيع خلال سنوات قليلة البلوغ الأهداف المنشودة نعم كذلك عدد عمليات الدفع الإلكتروني تم عندكم الرقم شحل جام نأخذ قطاع بقطاع نأخذ مثلا منصات الدفع منصات الدفع عبر الأنترنت اليوم الحمد لله أرانا 510 موقع يستطيع توفير عمليات الدفع سواء هذه المواقع توفر سلع عينية سواء توفر خدابة فالعملية يعني وصلنا حوالي 700 ألف عملية خلال شهر في بري 700 عملية شراء عبر الأنترنت عبر البطاق شيء جيد شيء إيجابي يعني تصاعد المنحة منحة تصاعد هائل في الجزائر كذلك بالنسبة لعملية الدفع الدفع عبر جهاز تي بيو 13 مليون عملية النسبة يعني المنحة لأننا نراقب فيه تصاعد والجزائري تعود الجزائري كان يستعمل البطاقة فقط من أجل سحر الأموال واستعمال النقود الورقية في الشراء بدأت العقلية وهذا هو المهم كيف نرسخ هذه الطقافة لدى الجزائري أنك عندك تحمل بطاقة أو تحمل جهاز هاتف لقال فتستطيع مباشرة الدفع بدون اللجوء إلى الأوراق النقدية ومتاعب الأوراق النقدية سواء لحام البطاقة أو سواء للتاجر فرح يشوف كل منهما الفوائد الدفع الإلكتروني ورح يتعود الجزائري الآن الحمد لله مع الشباب الجديد مع المهتم بالتكنولوجيات مهتم بكل ما هو تكنولوجي فهو متعود أنه يستعمل هذه البطاقة ما شيء غير في الدفع الإلكتروني عندما نلاحظ في العالم جميع اليوم نلاحظ الشباب الشباب سواء في أوروبا ولا في أمريكا ولا الشباب في المنطقة العربية خاصة في بلدان الخالج فاللحظ اليوم الشاب ليه في عمره 18 و 19 و 20 سنة أصبح استقل ماديا استقل ماديا بيه بيه استقل ماديا بيه استعمال والاستفادة من الخدمات والتكنولوجية المالية الحديثة فالسخب ما عادش اليوم في البورسا كما كنا نشوفوهم زمان أنه في العمليات التبادل وشراء السهم وهذه السخب وهذه الآن نقر عبر عبر جهاز كومبيوتر ولا نقر عبر جهاز هاتف نقال تستطيع أن تشري وتبيع في السهم في الأسهم فهذه التقافة ترخصت ترسخة اليوم لدى كل شباب العالم لابد أننا نقوم بترسيخها عبر تثقيف تثقيف الجزائري بكل وخاصة الشاب الجزائري عبر هذه الثقافة الإلكترونية سواء في الدفع الإلكتروني أو في الخدمات المالية الإلكترونية نعم تكلمت على نقطة مهمة بخصوص تعميم عمليات الدفع الإلكتروني خاصة في المعاملات التجارية لحوة في الميدان نحن كمواطنين أنه ما زالها غير منتشرة في المحلات لماذا لا تعتمدون ربما مثل ما هو موجود في كل دول العالم يعني مش يعيب أنه نجيبوا الأمور الإيجابية من هذه الدول لماذا لا تعتمدون سياسة تحفيزية أنك تحفز التاجر ليتعامل مثلا بالبطاقة مثلا سواء المنظومة الضريبية أو غيرها أو أن يكون تستعملوا سياسة الردع أنك تفرض عليه أنه يكون عنده يعني مثلا الدفع عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني سؤال جي لكن في الميدان غير موجود يعني لا خلال لازم نسو خلال السنوات الأخيرة السلطات العمومية نعم اعتمدنا برنامج تطوير الدفع الإلكتروني وبرنامج ولوج تكنولوجيا المالية لدى شرائح واسعة من المجتمع بمرافقة عدة خبراء عالميين ومحليين من أجل تطوير منهم مثلا لفما صندوق النقد العربي لجزائر المشاركة في هذا الصندوق فتلافقنا معاه خلال سنة ونصف الماضية من أجل وضع استراتيجية وطنية استراتيجية وطنية تحدد فيما آخر المطاف هو تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني عبر ربوع الوطن هذه الاستراتيجية اليوم أراهي محل إحقيق وستنطلق قريبا إن شاء الله عملية واسعة وبرنامج محكم إن شاء الله من أجل خلال سنتين سيتم تعميم وسائل الدفع الإلكتروني عبر جميع ربوع الوطن بعد سنتين حسب البرنامج خلق مستطر نعم طيب لأنت تكلموا على نقطة مهمة هناك ربما غياب يعني ثقافة ثقافة الدفع الإلكتروني لدى الكثير هل اليوم ويتخوف يعني يقول كان من ثيقش في هذه الأجهزة ومن ثيقش ربما في البيانات تبادل البيانات ماذا يمكن أن تقول في هذه العملية يعني العملية المصرفية عملية النقد أساسها هي مبنية على الثقة أنت وش يخليك أنك تستعمل ورقة من أجل الدفع وش يخلي التاجر أنه يقبل أنك تستعمل ورقة نقدية للدفع ما هو الشيء لخليك أنت عندك ثقة أنك تستعملها وهو عنده الثقة أنه يستكى فالعملية أساسها هو الثقة في مصدر هذه الورقة النقدية هل أنا أثق في صاحب هذه الوراقة صاحب الذي أصدر هذه الوراقة هو اليوم البنك المركزي الجزائر فجميع الجزائرين يثقون في الدولة الجزائرية إذن هم يثقون في الباريد المركزي وما يصدر من أوراق مالية فهذه الثقة لا بد منها لا بد من تثبيتها ولا بد من إقناع المواطن والمعاملات آمينة المواطن أراه مقتنع لكن العملية لازم تكون مؤمنة ومؤمنة والبنك المركزي مجمع النقد الآلي يحفظ هذا الأمان يحفظ هذا الأمان ويحفظ هذه الثقة ويحفظ حقوق سواء حامل بطاقة أو سواء تاجر في حالة نزاع فالحكم هو مجمع النقد الآلي والبنك المركزي سيدتفق نتكلم على نقطة مهمة الآن هذه البطاقات الإلكترونية اللي رأينا نشاهدوها في الصور وحتى أجهزة الدفع لتبيو وغيرها منها هل تصنع أو تدمج هنا في الجزائر أم كلها مستوردة نعرف على الأقل نتكلم الكيمة الشريحة نعرف أن هناك ثلاث دول فقط في العالم اللي تسيطر عليها الرقائق الإلكترونية لكن ماذا عني البلاستيك ماذا عني الأجهزة هل تركب هنا في الجزائر أم كلها مستوردة جيد شوف هناك كذا أخذوا البطاقة هناك أشياء مادية وأشياء غير مادية الأشياء المادية كما تحكيت هي الشريحة والبلاستيك والأشياء أغير مادية هي البرامج المتطقة عبر دخل الشريحة خلال هذه تطبيقات الملائمة للدفع الإلكتروني وعمليات السحب ومشابهة ذلك اليوم البطاقات والشرائح عندها أصحابها عالميين ومعروفين نعم نعم نحن اليوم الجامعات الجزائرية من الشرق إلى الغرب هناك مدارس عليا للإعلام الآلي نعم ومدارس عليا في المجال المالي الهدف القادم هو كيف تطوير البرنامج داخل هذه الشريعة تطوير برامج تسمح للمواطن الجزائري أنه يستعمل عمليات الدفع والولوج إلى التكنولوجيا المالية بصفة سلي فندعو اليوم الشباب الجزائر الشباب الجامعي سواء في المدارس العلية الإعلام الآلي كالمستوى باب زوار أو أود سمار أو الموجودة في سيدي بالعباس أو الأخرى عبر ربع الوطن إلى الاتجاه هذا المجال إلى الاتجاه هذا المجال من أجل غزو السوق الجزائري والانتقال إلى السوق المحلية والسوق الإقليمية والانتقال إلى السوق الإفريقية ثم الانتقال إلى السوق العالمي والولوج إلى سوق العالمي نخدم المثال نحتذو به اليوم كذولة ربما تكون شبهنا له نخدم مثالت عن هند الهند شباب تحاليوم المولع بثقافة التكنولوجيا المالية اليوم يدخل للهند 100 مليار دولار 100 مليار الغزاء السوق الأمريكية في مجال التكنولوجيا المالية الشاب الهندي اليوم يستطيع أنه في سنة 2023 يستطيع أنه يدخل البلد التاعه 100 مليار دولار استطعت الحلول الموجودة في الهند أنها توفر خدمة الخدمات المالية والدفع الإلكتروني لحوالي مليار شخص في الهند خلال برنامج انطلق سنة 2017 و سنة 2021 100 مليار شخص في الهند يستطيع الولوج إلى جميع الخدمات البنكية وخدمات التكنولوجيا المالية نعم سيد تفوق هل صحيح الورقة التي تحصل عليها أي جزائر عنده بطاقة دفع إلكتروني لفيها الرقم السيري هل صحيح تلك الورقة نستوردوها كذلك من خارج البلاستيكة تقصد على البلاستيكة الوثيقة يعطي لك أن لما تحصل على بطاقة الرقم السيري يعطيه لك فيه ورقة هل هذه الورقة صحيح نستوردوها من خارج يعني الورقة هي عندها خصائص لا نستطيع أن نقوله بأن نستطيع أن نجوها في الجزائر لكن المصنعين ما زال مهتموش بهذا الجانب فقط أن ندعو المصنعين الجزائرين ندعو المستطميرين الجزائرين هناك إمكانية أنه يدخل هذا السوق وسوق مربح البطاقة هناك اليوم حوالي وصلنا إلى 16 مليون بطاقة مصدرة بين بريد الجزائر والسييبي فهذه البطاقات لا بد من إعادة تدويرها كل سنتين ففي كل سنتين أنت ملزم بإصدار هذه الورقة نحبل الرقم السريف فسوق واحد فندعو المستطميرين إلى الاهتمام بهذا السوق والمجال مفتوح والمنافسة مفتوحة للجميع كآخر سؤال مؤخرا تم استحداث مجلس وطني للدفع ما هو الضور ربما هذا المجلس؟ السلطات العمونية رأي تعمل جاهدة فهناك من تحكيتها المجلس الوطني للدفع الإلكتروني الموجود اليوم عبر قانون النقد والقار وهو موجود على مستوى البنك الجزائر هناك كوميسارية للرقم هناك كل الإنفاء الإلكتروني فكل هذا شيء جيد لكن لابد من سنح وفتح الأبواب للشباب من أجل الوصول إلى هذه الهيئات وتعبير عن أفكارهم وتقديم حلولهم وتسهيل مرور حلولهم للسوق الجزائري كلمة أخيرة سيدفيق تفضل نحن كلمة الأخيرة بمناسبة يوم العلم نعم كل التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا